تجمو التابعوه وتشاهدونا بالصوت والصورة في اللايف اللي بدأت وتسويت القواه في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بينا باش نحكيوا علي بالمواضيع في الحسام تاعنا اليوم كل عادة من تاوه حتى النصف ونها نص ساعة ونصف فيها اخر المسجدات في تونس لكليوب باش نحكيوا فوز البنزارتي والمنتخب نحكيوا تحكيوا ما ايضا وقارف القفصة برشا مواضيع اخرى بتستنى فيكم تجمو التابعوه من تاوه حتى البقية الحسام تاعنا اليوم باش نستقبل الضيوف نقبل هذا مع كاميل بن خليل وستير اهلا بيك اهلا وسهلا اسلام مرحبا بيك مرحبا بسهد الحضور سهد المستمعين وان شاء الله نعدي اميسيون بيه سعيد جدا باستقبال من المنستير يجينا زمين الصحافي سالم الزيدي مرحبا مرحبا اسلام ومرحبا بكيفة الحضور ومشكورة على دعوة مرة اخرى وتعرف من اجموه كان لابويولك الدعوة كي تستدعانا شكرا سيلم ايضا مروين تاج هلا وسهلا اهلا بيك اسلام مرحبا بالوخيان معانا ومرحبا المستمعين راديو مسك مختار دبوس مرحبا شكرا اسلام مرحبا بجميع ضيوفك وان شاء الله المناخ اخير بالنسبة لسيريذا البوراوي الحقيقة ان شاء الله ما يكونش المناخ اللي في مخي ومخ كامل ومروين لا هو سيريذا قاعد صحتة وفي عقد استشار كبير ورشة ربي معام ايه باي بش نبدأوا المواضيع عامتانا بش نحكيه عالو نايد الافريقي اخر مسجدات والاولنو هنبدأو قبل بالاخبار اللي خرج جالبارح في الليل متعلق بلاعب نايد الافريقي اسكاندر العبيدي ولاعبنا السابق نايد الافريقي بلاعب اتحاد بنجردين حاليا اسكاندر العبيدي برشة كلم الابارح انه تعرض الحادث مرور في طريق معتاوين جهت عقارب وين سفيقص في ولاية سفيقص الحق برشا كلمات في الموضوع هذا بعد ما خرجت الإخبار البارح في الليل كلمت اسكندر جاوبني بفوكال معنا يحكي اللي هو اللي بيس عليه معنا تما عنده حتى علاقة بالموضوع بعد بعثت له شوي الكلمات اللي قاعدت دور من هنا ومن غادي وطلبت يحكي الحق بصوت عادي مفهمش لفجأة لحد شيء واضح أنه في دارهم يقولي اللي بيس عليه اللاعب ينفي أنه تعرض حتى الحادث مروح هذا حسب رواية امتعه هو ديما ويتبناء هو ويتحملها مسؤوليته هو لكن برشا تعليقات حتى وصلتني برشا رسائل اتأكد انه مشافوه حتى من بعض المسؤولين يأكدوا انه هو كان موجود في الحادث في المروح هذا فما حتى نكون قالي انه الحادث هو معدوش علاقة كبيرة بيه وكاميون كبير تخل في كرهبة ويبدو انه فما وفيات الله يرحمهم هو حاول يبعد عليهم الزوز لكنه تخل وحده معناها برامون في بوتو وإلا حاجة هكذا المهم هو لباس الحمد للعليه حبيت نعطي رواية كما جات من عنده هو وكما جات من بعض الشهود اللي كانوا حاضرين في الحادث هذا ما نعرفش عنده أسباب ويمكن نجم يكون اللي هو خليه ينفي نجم يكون معتها ما هوش معتها ما نحوش شوية خلينا نقوله بعض اليسار لكن الله واعلم حاق حبينا نتصل بيه حتى اليوم صباح حتى نوضحه منه أكثر بعض مهديت الأمور لكن ما تحصل ناشا عليه هالمهم إن شاء الله يكون لباس أنت مالوان برامو عندك أنت علاقة شوية بإنتحاد بنجردين حتى بعض المسؤولين بإنتحاد بنجردين هذا بطريقة غير رسمية أكدوا أنه كان موجود معناها في الحادث هذا أول حاجة نترحمه على وخيان التوينس على الحادث الكبير اللي صار وين بيدي تفجعت السنين معتها جاني تليفون في الليل ما اتصلت بشكون لحقيقة كانت موجودة الحادثة نعرش أسكو مضابيني هو الحادثة موجودة شفنا في فيديوه موجودة نحكي على إسكندر العبيد أما هو انفئ والله هو أعلم الله هو أعلم معنات أحنا يا إسكندر نحنا نتمنين لك الخير بير حتك يسمعنا عليك تفجعنا يذولي نسكولتون سكول في بيلا كنت في التصال مع عشكون ويأكد لي كونه هو موجود في سبيتار سفيقس معناتها وموجود وما كانتش حادثة خديرة أنا بدي كلموني بعدما هبطت تدوينها قلت اللاعب اشنو أقالي يعني الاخبار هبطتوا على لسنة اللاعب ما تبنيتوش أنا قلت اللاعب قال لي موجود دونك هو يتحمس ويدلك تحمل معناه ممكن محب شي حير عائلته يناجم لك أحنا نقولولك حمد الله على إسلامتك يا اسكندر وإن شاء الله إسلام رأي صارت لي الحكاية ذاية قبل في جيبس الحقيقة الملعبية سيرتون من نصحوا الملعبية اللي تلعب كما نقولوا بعيد كما نقولوا في جيبس في بينجردين هنا جيبريفير كما نقولوا ردوا بيركم الكيس رأواسما كي تبدأ كما نقولوا تلعب في جماية قريبة لتونس وتحب تروح العائل تكتبدأ مكش متامنة 100% ما نقصوا من الهبوط لتونس أنا كملاعب نركز على كورتي نقعة غادي خطرة وكيس ما موش لعبة هذا يجب تنصيحتي صارت لي كانت زادة أنا كنت معتها عملتك سيدون وحمد الله واحد خرجة خرج باللطف هو بالحق كلام وصحيح أنا ساعات تبدأ عندي يونجاجمون مهني والله نبدأ نخمم عشر أو عشرين مرة على الديبلس مو على الثانية الطريق معنتها بالحق الطريق مش سهل معنتها يفوفير اتنسيون مش لازم كل جمعة ولا كل ثلاثة يام وانتي تنقص لعبة التونس لا سيتوك أميل كاميل الملعبية وانا عشت بعد لعبت في جيب الغادي الملعبية اللي تلعب بعيد على تونس وعلى عائلتهم في كل وقت دي ما يحبوا مذابيهم كالتلاثة أربع أيام يهبت التونس وذي مخترم وكيس راو موش لعبة أنا نسيحة الملعبية ميسيرش مفاهم باش كي متروحش الويكاند أذي ولا جاي على قليل أخو يتطمر على صحتك بل كل شي وان شاء الله اللي بيس كانت لعبيتي تتفاهم وستير ذلك الملعبية معناها كي معتا حبي خبي الأخبار ولا منافوش بالضبط شو فيش نقول لك الأخبار خرج أنا البارح في الليل اسمعت بي وأنا في الإميسيون على المباشر معناتها خما شكون نتكلمنا وقال لنا معناتها على الحادث وستلت فنال ما يخبي علاش معناتها ما نيش عارف الحقيقة معناتها ما نيش فهم علاش يخبي معناتها بتاتر ما نحبش ندخل في النوايا بتاتر ما عندوش اطوريزاسيون بش يخرج ولا بارابور الجامعيت وخبار هو موش كاليفير هو موش كاليفير هو موش كاليفير موما مازال معتا ممكن خير لا لا عطيته بارابور بنغردين ما ممكن تجي تشوف هاي سولي تاتشوك كي ما قال لا لا تجي تشوف لعل خطر حتى أنا كنت النجم الخبي هو المهم في هذا الكل إنه هو البس ساحي إنه هو ممكن حب العائلة عندوش عادة مريز كين يفسا يسماع شي باللكسي يدوني كان خرج مخبر نحكي لك ما يا أخوينا أحنا ديما نتمني لك الخير يا أسكندر وشاء الله ليس خالنا أخو تعليق ما عندك سلم كما قلت ممكن إي تاتشوك للملابي كان ممكن في إي تاتشوك إذا هو حاضر على الحادثة هذه هذك عليه ممكن حب ينفي معاك أنتي كتصلت به سينام ما فما عاش ش ما عاش معناه كانوا حاضرين بعض إذا كانوا بحث وتحقيقات وحتى كان مشاركة هذا حادث وشهود احنا بطبيعة في تونس من شاهد للشاهد تزيد تكثر للشهود والله كما قال مرويان والاستاذ كما ترحمنا على ضحايا الحادث هذا نترحموا على ضحايا حادث جربة اللي الحقيقة نسمو في برشة أخبار عليهم وانتشار جوثث وربي يصبرها لهم وبالنسبة لإسكندر إسكندر شفت تعدى بفترة في النادي الفريقي وقتير النادي الفريقي عنده برشة مشاكل لكن اللي نأكد لك عنده مكانة خاصة عن جمهور النادي الفريقي وانا عادي كي يقولش الخبر هكا إسكندر رو العبيد تشتفجع عليك رغم منعش عليه شوه ما حبش يتكلم بالعكس العبيد تحب تتسانت كي تشوف صورة الواحد مانتها على الفجعة تفجع اسكندر العبيد كما قلت ان شاء الله ربي يحفظوه ويخلي العيلة ونحن نتمنى لك الخير تقولش وقتنا الكرم يتقلب والتليفون ينقذ كل شي يوصل لا يبدو أن يكون مناعب يشوفوه لا يتخبه أنا لديه 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 اخطأ ما أخطأ من قلت لهم على مستوى على مستوى ولكن لا يوجد ونقبس وصفيق قصيرا نعم معناه أنا حسب رأي إذا كان نجم ونقدر كل ما نهب تلتون سنأخذ طيارة فأنا بالنسبة لي أنا أظمن لي وعائلتي بهي واضح المهم إن شاء الله يكون لبس وإن شاء الله رب يرحمه بطبيعة إذا كانت أكد أنه فيما وفيت وإذا حسب الكلمات البارح نواصل مع نيد الأفريقي وستاذ البارح كان شوفنا بلاغ مديرة في ساعة أخرى من اليوم خلال الأعلان كنا نحكينا عليه حاطة الإخبار قلنا كنا متوقع على شيء هذا إغلاق الفراج ما عاش في رأيك يبدو لي أحسن قرار هو رويجا نقول لك حاجة رول هيا المديرة معناتنا نحييها على القرار هذي على خاطر بصراحة معناتها شوف مجهودة جبارة تعملت وانتدابات وموسم معناتها يبشر بكل خير معناتها من المؤسف أن تجي مجموعة قليلة تفسد هذا الكل يعني أنا نعود نأكد على أنها مجموعة قليلة اللي عاملت الأحداث متع الماتش الخريني اللي صار العمران العمران لكن يبدو ثلاثة أربعة خمسة عشرة من الناس الفوضى بيش تعمل البراج كله ناس بش توهرب ناس بش تبعد مشهد ما هو شباه وتكرر عمناول وتكرر والت عمناول ومعناتها بيش نحطوا الناس قدام مسؤولياتهم خاصة بعض البلاغات اللي خرجت من بعض الجروبات واللي تحمل في المسؤوليات العصاب ما زالت مهداتش التوتر مازال موجود احسن قرار انك تطفي النار هذه المكان متع الالتقام متع الجروبات هذه انتي شفت البلاغ وحكيتو عليه جماعة الفاتر بلاغات من شأنها انها تنجم الله الله يقدر معانتها لو كان يتلموا في الماتش جاي متع جرجيس مع التوتر اللي بيناتهم تنجم تصير مشكلة اخرى فاعتقد انه قرار اغلاق البراج هو احسن قرار وان شاء الله يقعدوا مع بعضهم الجروبات ويتفاهموا على خاطر راو ديما نقول ونعاود انه قوة النادي الافريقي في الجمهور متاحها يلزم الجمهور يكون بالفعل قوي ويكون اوني انا خدمت سنوات وسنوات وسنوات رئيس لجنة الحباء ورئيس لجنة تنظيم ونتذكر معانتها وهذه بتاتر راو المرة بش نقولها انه راو الكور فانار بدأت وانا رئيس لجنة الحباء بدأت في المنزة نوف في مقهى متاع اخونا محرز نحييه وقتها الجلسة التأسيسية متاع الكور فانار كانت الناس كل ملمومة مبعضها بعد بدأت تتفرع هالجروبات كل مرة نسمعوا جروب نتمنى انهم يرجعوا مبعضهم وهذا يلي صالح الجمعية راو العرك اللي قاعدين نشوفوا فيه راو مين الجمش يخدم الجمعية في حتى طرف وهاكما تشوفوا طيو معقول باهي لكلوب افريكاب ليش الفيراج متاعها مش باهي لكن الله غالب المجموعة هذه اضطرت الهيئة المديرة الى انها تتخذ القرار هذا وانا قرار نحييه عليه قرار صائب وقرار في طريقه وان شاء الله يفهموه وياخذوا منه الدرس في المقابل هذا منح الامنية والسلامة لكن في المقابل مختارة وحكيتها شوية جماعي فات انت الكلوب فنية نعفض قيمة الدزم على الجمهورة وخاصة الماتش السعيه بنهارة الخميس مع جرجيس جرجيس اللي هي الاولى تسع نقاط السنة في البطول او لاي قلت انا نمشي براتيك ما نمشي الستاد كل ماتش تبذل الكلوب تكور فيه في راتس سامحوني انت حلمتني منه طوال فهمتني ماتش حتلين حتى ينسيني في ففير ما عنتي كامال بنخليل فهمت نمشي نمشي اسمعني كامال هذك عائلتي هذك جمهوري مش مشكل حتى لو كان انا غلط وعتذرت انا من اجمش مع عائلتي مع كذا بش بش يشدوا علي البغض غلط وما زال بش نعود نغلط وانا ابن النادي الافريقي ومتيم بحب النادي الافريقي لقرابلي لقرابلي يصير كوي لقرابلي كامال بنخليل يعرف مهبول على الكلوب وحتى كي نحكي نحكي مهكي نحب نوري اللي انا نحب نعاون النادي الافريقي وانتي اسلام عمتلي لوحد وتعرفني اللي انا نحب نعاون النادي الافريقي من اي موقع اي موقع انا انت وقعت واش يقول لي ليه اخوي فمش شي خطيني لا لا نقول اسمعني نقول وراه قلت نحنا هو اندفع شويه اي جا نقول لك انا نعرفه مختار مش خطر زميلي وصاحبي وخويه هو يحب النادي الافريقي بان الكلام ذاكة بوتاتر باندفع فيه شويه وفي الاندفاع رو ساعتان تصير ليه ساعات نقول الكلام بعد نقول شنية ذاي اللي قلتو انا مم شنو نحكي فيه كي نسمع روحي منصدقش هكا الاندفاع والغيرة و وزعمة نحب نوري روحي معنتها شنو عملت انا ساعات النادي الافريقي بان هو مبعد افي كان بودوركول يقول لك بان ثمك لا ما حقني ما قلتوش لانو الناس ما هيش بش تفهم المقصد متاعه مش بش تفهم دايور انا بعثت له سيكنس قلت له شوف السيدة ذاي شي حتى قال لي شو مش نعمله قال لي ما فهمش زيد فهمت نانك نتمنى ان مختار متأكد انا جمور الكلوب يعرف الكلوب بست وانتي محكيتش محكيتش كان عن كلوب افريكان الحاجة المهم انه محكيتش كان عن كلوب افريكان ضونك ينجموا يشدوا البرتيل اخرى انت عالكاس المعقية هون بحق شدوك هون شدوك البرتيل اكتب هن راني انا راني تحكيت نحنا مشاركنا بربي في المسابقات الافريقية مشاركنا تتعد على صابعا ما انا انا كلمي رو توجه للجمعيات اللي تشارك اكثر اي 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 اني قتلك قتلك هون راني انا انا نعرف في الكواليس معنا نحن شاركنا شوية معنا هذية هذية لازم تطبقها اللي يعطيتها لك روى جمعيات اللي قاعدة تشارك تول الجمع لا حتى في كلمك انتي قلت كيف الجمعيات معنا حتى في كلمك قلت قلت روى الجمعيات وهذا واقع هذا واقع عايشينه تحب توصل الفينال دومي فينار روى لازم كما قلت لك روى تحط تحط أربع خمسة من الناس بتلاقيين باللابيت سعود نقول نحكي لك كونفيدانس على مختار تعرف مرة تعركت انا ويا في المحكم علاش نهار جمعة ولا خميس تقابلنا سلني قال لي نهار لحد نتقابل وفاستاد قلت له ماني جماشي قال لي سمعني ماني جماشي قلت له عندي مناع لا انا بلاس انا اسمعني كان بربي اسلام الله باستفاض لا لا حتى نص نهار ونص نحكي كان في الموضوع مش على كيفك قلوا اتحمل مسؤوليتك قلوا حطيتني رس راس حرمني مكرم معاسس ندخل للوج حرمني مكسالية والبيتيفور وكلا البيازوز فهمتني معناه اخذوا لي انا ابن النادي الافريقي وجمهور اعتذرت له ومن نجمش نقول وراني مش خوف راو مش خوف لا 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 انا نقول هنعودها راني مبارح نتعاشا في باب جديد واضحة ومعلومة انت عاشا وصعر في اماكن عام ليش كلموني بربي انا نقول لك انا ابن النادي بشكل مكني بصعر والله لا اكلمني حد فشير علوم عليك شوية حتى بتحولها برش لا يلوموا 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 انا بديك يكلموني يقولوا لي شبيه مختار مش شكلي هما اللي يستغلوا بربي فهم برش عبادي يقولوا لي كانت استهلك ياولادي راني انا عمري تاو 49 سنة لنهار دخلت حاجة منكر في فمي واضحة مش نباو مرقلين واضحة راني عمري ما نستهلك خاطر التهموني باسلام راني جيت للبلاتو عن طواعية اغلطت كما قال كاميل تقوم الصباح ماذا بيا راني فسقت نوم بلوسلام والله وقوه وسلام هو مختار كما قالك عمري ما استهلك لكنه نهارتها نقص نوم وزيد معملش صحاين تونسي صباح كالعادة وشد واسلام عادة ماذا نرجع وقت اللي تبدأ تتفرج في فراد صرت وقلت بداية الغنية تبدأ من الفراج وتعرف انتي كاميل بعض ساعات ترى اللي دو جروب ولا اللي جروب بتاع كله بافريكا مريقين بعض ساعات يبدأوا الغنية ما بعضهم وتعرف المشكل كيفش تبدأ اذا كان تلقى اللي دو جروب كل واحد يغني في غنية واحده معنا افهم رأي بدأت توسخن شوية جمول الافريقي البازم تقعوا الفراج لو جمول الافريقي يبدأ خاصلوا واحد والثنين وترى الفراجي فبري انا نقولك فاش عندهم القدرة اللي يكونهم الافريقي رأي مؤخرا التالي وخاسرة والفراجي فبري ولكلوب ترجع وتعدل ومبعدهم كلهم مشابوا بال الفراج اللي انتي رجعت النادي الافريقي البلوز اللونسانت اللي كلهم يطبوا وقناه الفراج لذلك انا حسب رأي كاميل القرار كان اخذته الهيئة انا تمنيت لو كان الفراج ما يتسكرش تمنيت لا لا انا 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 تمنيت الفراج يقعد الجروب هذو ما رأي يصيروا المشكلة هم تيعلين ان احنا تخرج الاعلام لمشاكل موجودة في الجروب متاع جمعيات كل الترازي الاطوال لكن متخرج مختار اتحكيت على الاعلام برش اليوم الاعلام كيفاش نتناول الموضوع يوم هابتين بيان مختار هنا الاعلام ما عنده حتى دخل لي سبب بسيط رأوا النادي الافريقي قطيش خرج بيان النادي الافريقي البارح علاش لانو خرج بعض بلغات تاع الجروبات تبين انو التوتر مزال مزالت العصاب مهداتش لا اهبطت بيان الجروبات وبيان الكلوب اخبط ماخر انا قولك ملكش ما بين الوقت الفاصل بين البيان هذا والبيان هذا حاولات التهدق ومع الاسف مازالت ماذا بينا التور الماتش الجاي الماتش الجاي تعرف ما شكون ولا الماتش الجاي تحل براج الماتش الجاي رأوا ماتشوك متخل لي لفيراج قالوا يوم حتى يصفيوا حسيمات وفاصل براج خلنعتيك معلومة رأوا الگروبات بشيقعدوا مبعادهم الويكاند هذا بعد ماتش ماتش جرجيس والأمور بشتتفض قاعدوا برشا البلاغ البلاغ تاع البير راح اضربهم صباح حكيت انا معا شوية وخيان البلاغ متاع المديرة كان كالشوك مع انت عرفته كالالكتروشوك اللي فياقهم اللي عارفوا اللي بلاستهم بشتفرغ والناس في نفس الوقت البلاغ احكي عليهم وعلى قوتهم انا نعطي ملاعبي كمحامي مع انت هنتعامل معاها في جمعية اخرى اول مرة يلعب في رادس الكلوب افريكان تعرف بعض الماتش سلتو قلتو شنوال كيف احد يتطرح ما تفرجش انا وقتها كنت في دي بلاس مو خدمة انتي انا تطرح قالي تي قالي سيحت الفيراج خرجتني من عاخر سمحني كمان الكارتة بتاع الفيراج ما عندي سيراء كان ومعني بش ندخل الفيراج كيفية بش ندخل ماهما بشي حدولهم بش يدخلهم ماهما بشي تلمو فرد بلاسة خانس مع مروين انت لعبت برشة ضد الكليب نتصور احكينا عندو تأثير الفيراج انت على الكليب بلاسة اللي يفعل الجروبيات والمجموعات وتخرج منها الاغناء والدخلات سليم ران كي كنا نلعبه اليوم خان قولوها بصراحة سوى في جمعية الكلة سوى النجم الرياضي السيحلي والتراجي الافريقي سفيرقس راكو تدخل ومتلقاش فيراج اسلام حتى على الملعبية سيرتوه في المورال واليوم نعرفوا قوة جماهير العديل الفريقي هيا في جماهيريا لحقيقة مستغرب اليوم كي نحكيه عن اسلام روح حتى عالموتيفاسيون Ini ملعبية اليوم صحيح الهوم ان الويني يش يتسكر ممكن قوسة أكثر للملعبية اليوم اذا تحسوا حتى اليوم مو بشيق فمعلكم وفيراج انتو معطيو ميل بورسان وفيراج لكلوب بالذات مروابا وفيراج لكلوب الحقيقة حكاية اخرى اسلام كما قالو الوخيان معناتا منيشانة بش نحكي عليه ديما يقعد فريقة جمهور كبير اه اتبقى ماتر كي نسمع لحكاية هذومة سيرتو نحكيو عن نادي الفريقي كما نقولو في اللطخ معناتا فريقك كان محتاجو كل قيد جمهورك نحكيو عن لطخ متاع نادي الفريقي تونس كامنا تحكي به اسني هاك شفت جمهير ليتوا معناتا في رقم في رقم معتا التونسية راهي محتاج الجمهورة كي نسمع المشاكل هذيه في الفيراج باي شنو اذنب النادي اليوم الافريقي يا جمهور شنو احساسكم كي نسمع انا اليوم في راج تسكر ولي هو اهم حاجة احنا الافريقي عنا خمسة سنين وستة سنين مرينة هاش عاملت الرجل تاوتها ذيه معناتا النادي الفريقي مستحق الجمهور تتذكر حاجات على ما تشويت معناتا الكنتو الكلوب وعلا فيراج الكلوب صار ومعنا ملعبية ولا حاجة يه نعاكيلك ديما يوقعت كي ما قلت لك انا اسليم حتى حتى فيلم لعبية في التراه راو ها مش نقول لك انا معناتا انجنيرال مش نزيد نلخص هالك عبارة اليوم كي تدخل الاستاد وماخير فيراج معناتا كي ما قلوه الكلوب ونتفرج ومبلعك وش تعطينا حتى موت على الناحن او اليوم راو عبارة داخل الخطبة باركون كي تدخل الفيراج عبارة داخل الحنة وربوه اخرى معناتا فيراج نوكة اخرى راو مفهمتا الحقيقة انا رب كي ما قلت لك ان شاء الله تهدى النفوس اليوم النادي الفريقي نحنا راجعت لفرق متاعنا كي ما ننجم كي ما نسفاق النادي رياضي سفاق في الكلوب اليوم رانا مستحقين الجمهور وماذا بنا الجمهور يعود يرجع مزوز فيرق هذي اللي نحبوه اخطاونا من المشاكل وراو سيرتوه طوى سيرتوه ببريودة اذي عبيت صرفه فلوس عبيت حتى فلوس عطى عرقها اليوم عانتا الفريق متاعك راو محتاجينكم وكاول الفيرق من كل تنسان انا دي اضافة صغيرة شهادة انتي تطلبت شهادة من عند ملاعبي لعب قدام الفيراش انا بش نعطيك شهادة متاع مدرب ومش اي مدرب انا كنت حاضر فيها دي دي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي الحامل اللي كأس العالم واللي هز كأس العالم كلاعب وكايراني في موناكو وانا وقتها كنت رئيس لجنة التنظيم جبنا موناكو في مباراة ودي خارجين في ملعب المنزة خارجين كنتان وياه ومسؤول اخر وقت لي خرجنا بالضبط كانت مع الدخل انت على الجمهور الفيراج خزر هو هكيا والله يا اسلام والله معانتها منزيد حتى كلمة خزر هكا الجمهور قعد معانت عمل لانتون داري قعد يخزر الجمهور قعد يخزره المسؤول اللي معايا قالوا معانتها بو سبكتاكل شقالوا هو محكيش عام سبكتاكل باللغة الفرنسية ما معناه قالوا كان جاء عندي الجمهور هذا في موناكو قالوا نأكد لك كل عام انهز دوري الفرنسي حبيت نقول القرار اللي اخذته الافريقي هو قرار جري لحقيقة السلام لكن يبقى كما قال مختار انه الفيراج اللي راهو للجمهور وديما احنا ماذا بينا يكون الجمهور متواجد في اي جماعية كانت ديما الفيراج يكون موجود لانه بش تصير مناوشات هذه ومش بش توفة راهو حتى اذا تمت المصالحة في المرة هذه ماذا بينا توفة نحن نحن نحكي مش حتى الافريقي بصفة عامة نحكي ديما المناوشات بش تصير بين الجروبات احنا مثلا مش نحكي اكزمبل بسيط مثلا في المستير تلموا نحط حلوا الجروبات الكل ولو كانوا تحت لواء جروب واحد تسمى الجروب وحيد ولو كل فرد جروب وتشوف انت نزمن رضي ساحلي ولا الديبلسما والتزاير الجمهور التي حضرت المونستيري ما اللي صارت الحاجة هذه صدقني حتى انتائي جمشاتها معناها قاعدوا الجروبات الكل قاعدوا كل يعني صارت مشاكل زيادة تتصير هذا من ستة سنين التالي بضبط وعملوا جروب جديد معناها في الناس كل جروب واحد فقط لم يعطيها انظروا تحت الناس كل هو المفروض هذا اللي يكون معناه الجمهور واحد لانه كما قال مختار ساعات فهما جروب يبدأ يغني في غناء وغروب الاخري يغني في غناء تصير مناوشات وتصير وتصير الاشكاليات بين الجروبات حتى في اي فرق بالضبط وليس يمتع مننا الباش من غادي وبرشة حديث في الموضوع هذا لكن الاهم انه الفراج يقعد للجمهور ان شاء الله القرار هذا يتراجع لانه ديما الجماهير رأى وديما تطالب بالحرية وتحب عنده المتنفس متاحة الستادياة وينه ماذا؟ لا تنجمش تعمل الاستادياة تجربة فاشلة في تونس لانه وراه اسمع لا تنجمش تساقط لا تعملت اذايا دوميل دوز دوميلانس دوميل دوز عملنا تجربة الاستادياة كانت كارثة من الاخر بالكل لا تنجمش على خاطر الاستادياة احنا جينا ديريكت وحابين انطبراه وليستادياة في اوروبا رأي شركات عملاقة رأي شركات عملاقة وتكوين امني وتكوين معنتها انت شفت واعي جمهور لا حاج اخر انت شفت الدربي الخراني الاتليتيكو والريال وقت اللي تضرب الحكم الحكم كي خارج تضرب بدبوزة شفتو وقفة المقابلة بعد تضرب لا 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 مش هذيك او راجعو خرز خرز وهو خارج تضرب شكون اللي طلعوا وشادوا المعتدي الاستادياة مش الامن عمل لهم هكا طلعوا دو استاديا مشا وجابوه احنا وقتا نذكر انا في الكلوب افريكا وفي استادو جيبوا معنتها من اللي احبه لبسهم دوسار اكتب عليها استاديا وحطهم هم ابيدهم ربوع زي عم بعد خاطر تعرف استادياة روي عادي تسعين دقيقة ظهروا للتيران اعرف احنا درجين لعب دار يتفرج ويسيح ويعايته مثلا زيدا نجم نقص لبريسيو حتى على الحاكم اليوم شكون اللي قاعدين يعملوا في الشغل انا منتصورش الذهما اللي حبوا النادي الافريقي كما نقولوا اللي نعرف معنا تفهمت ممكن نقص اسلام على حتى على خدمة الحاكم يا خوية من عليها ناظ في جميعية التذر اللي بشي جيني فان هو اشنو عم بيونس فما عائلية تجيب ام والييد صغار عبيد ماشي الاستاد تحب تفرح تحب تشيخ يا خوية نقص هنا كما نقولوا عبيد في حالة سكر يا خوية ما تدخليش الاستاد اخي ما يعرش الحاكم شكون هو شكون اللي في حالة سكر وشكون موش في حالة سكر اسلام فما عبيد رو كما نقولوا في استاديات وليد كما نقولوا رأي تتكيف في المخدرات يعطينا نحكيه لك فسطات إسلام ما نعطيك حقيقة أنا من موقع هذا أقوى فيراج موجود في تونس هو فيراج النيدي الأفريقي أبشي قولك عليش أنا أنا مكن الكارير أنا نقول لك خليني نكمل خليني نكمل فنكمل أحب يسلكها مع جمالك هنكمل فرق خلي كامل أنا مكن الكارير اللي عديتها في الاربيتراج عادية عادية أربيتر عادي لكن كنت محظوظ لزفرت الجماعيتي وزفرت للكل رأي صدقني مش أخطر كلبيوس لا مش أخطر كلبيوس هني قلتك زفرت للكل لا أنا زفرت أنا قلته قبل أنا قلته أنا قلته قبل رأي الجمهور النيدي الأفريقي حاجة تغلي حاجة تغلي حاجة تغلي حاجة تترشق حاجة جمهور ملهوف حاجة تترشق جيعان أنا نظفر لوتا ورافي بلاستي فارغة الفقر نعرف روح نعرف شنا قاعد نقول الجماعيات لخيين موجود الجمهور ما قلت شلئ رأو لازمك سلام تحب تعرف جمهور النيدي الأفريقي رأو لازمك تحط كرهبتك في الباركينغ وتبدأ داخل معه وانا ملعش من الفتوحات تحسها تحس من الواحد أنتي اسلام عملت أنا ومش شاهدتي أنا نجيب لك شاهدت خمسة ستة ربيط رويت مش من العاصمة من برا العاصمة من برا العاصمة وديس انترناسيونو يقول لك شكي جي تزفر نيدي الأفريقي يقول لك عالم اخر وسبكتاكل اخر وفيراج اخر انتي اسلام عملت انترفيو للاعب دولي ياسين مريح تفرجت فيه شنو قالك نعم السيحة تلاعب قالك قالك السيحة انت على الفيراج تفجع مع انت هاوم لاعبي دولي قالك سيحة فيراج للكلوب تفجعني واضح به فقط هنكملوا الموضوع متع الكلوب شوية على المقابلة غياب علي يوسف مروين فني اللاعب ذاية شوفناها أبهر الناس لكل فزوز مقابلات اللي لعبهم الاسابة متاعها بشتخالي يغيب عشرة ايام عشرة ايام مع الميدين ينجمي اثر غيابه ضد الجيس خاصة المنافس معاتها محترم جدا انه الا فما المعاوث بو اكيد راو اسمعني اليوم كيت حب تخدم فريق اسلام ديما احنا نقولوا اللي كونه فريق ملاجم شيق في عالم لعبي وذي اليوم اللي اثبت في النادي الافريقي اليوم النادي الافريقي ذرب الكيشف اللي عنده البديل معتنى تعلم الملعبية افكتيف كيما اقولوا على حسب المسابقات اللي بشيرك في اسلام فما البطولة والكاس التناجم ميأثرش برشا ميامكانيات اللاعب ذاية اسلامي ذولي بركلا معناتها الحقيقة بهرني اللاعب ذاية اللي يقوم في لعب اعرفتك شنو مش نقولك ربي بقي عليه الستر اليوم راني محبش نفخر بارشا الملعبية ما على نظريتي انا كملعبي مكسب كبير للنادي الافريقي لحقيقة ان شاء الله احنا نقوله البديل يعوذ اعيوذ مفلوذ ياسين بو عبيد بش يكون بديل متعاوذ ان شاء الله يكون في نهاره وروه كما نقوله كملعبي نجم اي اكد اللي كونه حتى يغيب علي يوسف ويظهر معتنى هو في مكان وميأنا كما قلتلك الملعبية ذاية مكسب كبير للنادي الافريقي قبل ما يجي علي يوسف اسلام الانتداب له كان ياسين بو عبيد وصارت اشكالية بينه بالانتحاد الرياضي المنستيري كان جاي المستير وصارت فيه المعلومة اللي عندي حتى صحح في المستير صحح في المستير ومبعد منعاش بعد وشنو وصالت تفاصيل كيف صارت وممكن رئيس النادي رانو العرض المادي وجاء عرض النادي الافريقي كان اكثر برشا طلب اكثر في العرض المادي اللي كان موجود ومشاهد النادي الافريقي هو من احسن المدافعين عمناول في البطولة التونسية مع ابن عبده كان هو الاكسيال اللي بشيكون مع ابن عبده أصلا في الأولى في التحذيرات شفنين حتى المطابلات الوديكية كيف تعمل محترم جدا محترم لكن الحقيقة كان شاطر كلام مروان علي يوسف ورام كانيات كبيرة برشا في المطابق لابها الحقيقة ملاعبي معناها الحقيقة إذا يواصل على المنويل هذا ينجي مشى حتى الاحتراف الأوروبي واني كان حتى شهادة المدرب أكرم عطو كان في ليبيا أكد لي أنه كان برشا شكرو كان يدرب في نفس الملعب هو سعد الدريدي يدربه في نفس فريق علي بن غاسي بالضبط كانوا يترهنوا في نفس الملعب أكد لي أنه الملاعبي عنده مواصفات كبيرة برشا من قبل ما شفته كان أكد تفرجت فيه الحقيقة تأكد كلامه وهولي ناس كل يبدأت تجمع عليه إن شاء الله يواصل لأنه المشهل السهل لأنه تعمل ماتزوز لفتبهين في البطولة اللي إن شاء الله يواصل وسقيه في القاعة ويقعد ويسيرتو ثقة في النفس على المنتيه اللي عملها هذيك اللي عمل بها اللي حبي يعمل بها اللي ندعم مع إثمالي يظهر لهو الدفونسة دي عنده قوة شخصية كبيرة خاطر مش بساء اليوم راو كي تدخل جديد في الجمعية ما تحبش بتاخذ الريسك هذي دول يكونوا عنده ديكاليتي باهين وعنده شخصية وصحي وخيصال كبيرة برشا لحقيقة في الملاعبي هذا والأهم من هذا الكل إنه جاء في صفقة انتقال حر على حسب ما نعلم دونك تبدلت سياسة في نادي الأفريقي الحقيقة أسناه ونس كل حكيت إنه جيب ملاعبي بالمواصفات هذيك في صفقة انتقال حر هذا ما يحسب للهيئة المديرة أو للناس اللي جابت الملاعب بهذا باي نمشيوا الموزيكا ونكعد نقبل وقيد فقالات حصتنا اليوم اشتركوا في القناة